هناك تطور خطير القوات الإيرانية تعاود التحرك من جديد وهذا لأول مرة بعد استهداف القصولية قصولية إيران بسوريا وتستهدف القوات الأمريكية الموجودة بسوريا هل سنشهد محور جديد للصراع في الأيام القادمة دكتور أم هذا مجرد استئناف عادي للنشاط العسكري عن طريق القوات المحلية البروكسي ما يسمى بالإنجليزية في سوريا هو ليس من أجل أمريكا حتى الإيرانيين ما قالوش رانا بش نهاجموا بها أمريكا هي طبعا إيران تعد في ميليشياتها لأنه إيران الآن المشروع الإيراني معروف معناها العدو الإيراني والعدو الإسرائيلي عندهم الاثنين كما قلت لكم المرة الماضية القصعة اللي يتعاركوا عليها يعني كما زوز ذي آب لو تتفرجوا فكا ناشنال جيوغرافي وتشوفوا زوز ذي آب يلقوا جيفة يبدوا يأكلوا فيها ساعة لساعة ذي بينجر ذيب معناها مرات حتى الذيوب يتعاركوا ولا الكلاب يتيحوا بجيفة يبدوا يتعاركوا عليها هذي اللي ساير بين الإسرائيليين وما بين الإيرانيين الإيرانيين أخذوا اليمن جنوبا جنوب المملكة العربية السعودية شمالا أخذوا العراق بالاتفاق معناها سلمتها لهم أمريكا وأخذوا سوريا جابوا روسيا أعطتهم سوريا وجابوا أمريكا والغرب بصفة عامة أعطاهم العراق لأنه هم حاولوا هم جوابنا حاولوا حاولوا وصدام هزمهم كسروا لهم خشوماته لكن حتى ينجحوا مشاو جابوا له للأمريكان وضربوه أخذوا من الشمال ومن الجنوب موجود اليمن ومن الشرق موجودة إيران وبدت تزعف أبقى من الغرب أشكون موجود من الغرب؟ من الغرب موجودة مصر مصر لا يعول عليه يعني ليست مصر السيسي أعلنها قارة والجيش المصري لحماية مصر ومعنا حتى شيخ وبقالهم السودان السودان أيضا مقابل السعودي السودان هكتشوف شنوة عملوا فيه القلاقة والمشاكل وتدمير السودان باش ينتهي فإيران الآن تجهز جيوشها في يوم الأيام يحلمون بغزو الكعبة هذا هو الفكرة لأنه في العقيدة الرافضية العقيدة الشيعية أنه المهدي المنتظر يجي باش يمشي يهدم مكة والمدينة باش يهدمهم لثنين باش يهدم مكة ويهدم المدينة المنورة المسجد الحرام مسجد النبوي وباش يتعدل مقبرة البقيع يمشي يشوف عمر وابو بكر يحييهم ويحيي عائشة ويحيي حفصة ويجلدهم يجلد اللي يجلد ويقتل اللي يقتل ويشنق اللي يشنق وبعد يشد أغلب الصحابة وأغلب المسلمين يقتلهم هذا هو المهدي المنتظر في الفكر الشيعي عنها هو مخبط أو في سرداب في سامراء تم سرداب في سامراء يزوروه باستمرار وفاك سرداب هذاك هو ما يحبش يخرج لين يدبروا له قنبلة نووية أكا إيران تخدم عليها ويدبروا له وياخذوا له مكة والمدينة عبارة لعلوش تكتفوه ويجي يذبحوه هذا يا سيخوين المهدي هذا هو اللي يجيبش يعني وهذا ممكن تسمعوها مني معناها خرافة لكن الراهي الأسفراء الخرافات هي التي تقود السياسة هذه الأيام الخرافة هي التي تقود السياسة وفي تاريخنا الإسلامي قام فوق من ثلاثين واحد ادعى أنه المهدي المنتظر ونتيجة لقيامه دمر وقتل وشرد فلا تستهينوا بهذه الادعاة فإيران الآن رجعت تدرب في الميليشيات متاحة للقضاء على المعارضة السورية قضاء على المعارضة السورية وبالتالي هذا جزء من الاتفاق أنا قلت لكم من أول يوم أنا كل مرة قالوا لي هاو ممكن إيران وممكن تخرج على الصيد قلت لكم مرة والله هم بطن نكلم في السياسة لو كان إيران تدخل في حرب يا إلى الممات لن أتكلم في السياسة إيران عندها مشروع رأوا الشيعة بصفة عامة فلسطين لا تعني لهم شيئا لأنها مربوطة استغفر الله بأخبث الناس في العرف الشيح مربوطة بعمر الخطاب ومربوطة بخالد بن الوليد ومربوطة بمعاوية بن أبي سفيان ومربوطة بصلاح الدين الأيوبي وهذه كلها شخصيات محقود عليها يعني كلها شياطين في الفقه وفي الفكر وفي العقيدة الشيعية ذو ما يعتبروهم شياطين الأرض فبالتالي فلسطين ما عندهم بها حتى شيء وهو يقول لك رأوا المسجد الأقصى اللي مقصود في القرآن رأوا نجف موش في فلسطين يعني بالتالي ما عندهم فلسطين لا عندها قداسة ولا عندهم بها صيلة ولا عندهم فيها شيعة فبالتالي هما ممش لكن هما طبعا يتيجرون كيف سيخضرون العربي كيف سيستعملون الحمير القوميين قوميين هما حمير الصفوين يركبوهم ويحققون بهم ما يريدون ويطلع لك واحد آه أنتم تتكلموا التفرقة يؤدي لعنا لا تفرقة ولا شيء نحن نصفوا الأمور كما هي راهوا لما جبت الهجرة اليهودية الفلسطين اشتراوا شوية أرض اخذاوا شوية أرض خارج أسوار القدس خارج أسوار القدس جاءوا ناس لأنه كان ممنوع يبيعولهم في القدس جاءوا ناس يقولوا راهوا أمور مش هي ضحكوا عليهم شفت إسرائيل هذه كلها هو المشكلة اللي نحكو فيها الكل بدت بحي حي خارج أسوار القدس اعترفت به السلطة العثمانية في ذلك الوقت لما يعترفوا به معناه يقدموا له الخدمات ويعملوا له عنوان في البريد وتتعمل فيه مدارس وتولي معناها المدارس متاعه تاخذ الشهادة من الدولة العثمانية من دولة فلسطين إلى آخره والسكان متاعه يعترف يعني تدخل كما نقول وإحنا توفي في تونس التنظيم الحضري لمنطقة وهي كانت شوي أرض خذوها وعملوا فيها الوحدة لول بعد لما كانوا جو كان الفلسطيني يعطي أرضه بوبليش رأفة حنانا على شكل نجبدو موضوع لفارقة وكذا في تونس نقول لكم احذروا هذا الرجل اللي عندكم ماشي في تدمير البلد فالغفلة أنا درست الدول الإسلامية كلها اللي سقطت وقامت وسقطت دائما أنه أهل الحكم يصلون إلى مرحلة الغفلة ومرحلة الاستعلاء ومرحلة أنهم يقولك لا لا هذه ما يجينا منها حتى شيء وما يذرنا منها حتى شيء يروي أكرم الحراني هذا من كبار البعثيين السوريين يقول يقول لما كان السنة في سوريا يدفعون رشوة باش ولادهم ما يدخلوش للجيش كان العلوين يدخلوا بكثرة للجيش فيقول كان بعض المشايخ يجونا يقولون ها أخذوا بالكم العلوين بش ياخذوا الجيش بش ياخذوا الجيش قال كنا نسخروا منهم على أساس أنهم مشايخ الدرويش وزارع فيهم أمريكا والاستعمار وزارع فيهم التفرقة ونحن عرب ونحن إلى أن استولى العلويون على الجيش وتردوا السنة من داخل الجيش على القل من المناصب القيادية أو جردوهم من المسئولية داخل المناصب القيادية يعني ممكن تكون جنرال ورقيب على ويحكم فيك معناها كلمته يل تمشي فهذا اللي هما ما ما انتبهوش له وهذا اللي انتبهو له الأتراك بعد أتاترق وليه على النهار من خصولها حلقة بعد أتاترق الأتراك انتبهوا لهذا لأنه كانوا ماشيين في نفس المساري وقال أنه تجد الدورة عسكرية فيها خمسين واحد تجد اثنين سنة والباقي كلهم علويين مع أن العلويين لا يشكلون ثلاثة في المئة ثلاثة إلى خمسة في المئة رو هذا هو لكن انت بيش تسيطر على الجيش كل ما تحتاجه تحتاج خمسين ألف واحد بيش تسيطر على الجيش وهذا اللي قاعد يصير الآن للجيش التونسي هذا هو اللي قاعد يصير الآن للجيش التونسي فإن شاء الله نكون جاوبة على موضوع موضوع إيران بالتالي إيران وأمريكا لثم لحرب لزمارة هما متفقين ومع إسرائيل هاكم شفتوا يعني إسرائيل تريد تدمير غزة بالكامل بينما كل مطالبة من حزب الله أنه يوخر شوية على الحدود هذا هو المطلب الوحيد لا تجريد من السلاح ولا حد شيء غير يا حزب الله وخر شوية على الحدود لأنه بعض الإسرائيليين ما همش مقتنعين يحبوا يعيشوا في جو أفضل وميحبوش اللبنانيين وحزب الله قريب من الحدود يعني هذا المطلب المعلن لإسرائيل تدمير كامل تدمير كامل لغزة والمقاومة الفلسطينية بينما ما يسمى بحزب الله كل مطالبة منه أنه يوخر عشر ميتر وكاو وهكا الكذبين الأخرين الحوثيين هكا طلحهم إيران نهارات عيتوا 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 ويرجوا هذا لماذا؟ لخداع بوسطاء العرب وبوسطاء العرب للأسف الآن ألف تونسة ألف تونسة مجندين هم القومين بتاع تونس وهزين هم السورية يقاتلوا يقاتلوا في الشعب السوري يقتلوا في الشعب السوري وعلى الأسف يجيبوهم بعد تونس هذا إذا ما جابوهمش نعم اشتركوا في القناة